موسيقى مشاهدين أهلا بكم في نشرتكم الاقتصادية والتي نستعرض فيها أبرزة وآخرة أخبار الاقتصاد نبدأ النشرة من برسة دار البيضاء التي استهلت تداولاتها اليوم على وقع الانخفاض حيث سجل مؤشرها رئيسية مازي تراجعا بنسبة 0.04% ليستقر عند 13.879.63 نقطة وسجل مؤشر مازي عشرون الذي يعكس وداء عشرين مقاولة مدرجة بالبرسة انخفاضا بنسبة 0.17% ليصل إلى 1121.96 نقطة وسجل مازي أس جي مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف الأس جي تراجعا بنسبة 0.08% إلى 995.91 نقطة ومن جانبه حقق مازي ميدان سمول كاب مؤشر أداء أسعار شركات صغيرة والمتوسطة المدرجة في البرسة ارتفاعا بنسبة 0.01% إلى 1323.54 نقطة ننتقل إلى دار البيضاء حيث تمحور اجتماع بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجاة دار البيضاء استطاعت والقسم التجاري الأمريكي حول تعزيز ترويج لصناعة لحظية صنعة في المغرب في السوق الأمريكية اللقاء الذي حضرته القنصر العام للولايات المتحدة بالدار البيضاء ماريسا سكوت جاء ضمن زيارة ميدانية نظمتها الغرفة إلى مصنع متخصص في صناعة الأحظية بالمنطقة الصناعية عن سبع الهدف من هذا اللقاء هو تقوية الشركة الاقتصادية بين المغرب والولايات المتحدة ودعم المصدرين المغرب في ولوجي السوق الأمريكية رئيس غرفة تجارة وصناعة لحظية بالمغرب حسن البركاني أكد على الامكانية الوعدة للقطاع مشددا على أهمية الترويج له في الأسواق الدولية خاصة في الولايات المتحدة ننتقل الآن إلى تنجا حيث استقبلت المدينة وفدا من بلدية بلما دي مايوركا الإسبانية في زيارة عملنا تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المدينتين الوفد يقوده عمدة بلدية بلما دي مايوركا ويضم رجال أعمال ومستمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية وتهدف هذه الزيارة إلى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في تنجا وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتجارية بين الجانبين وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس جماعة تنجا منير لموري أن زيارة تعد فرصة لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتوطيد الروابط التجارية بين المدينتين بما يعكس متنة العلاقات المغربية الإسبانية وفي أسواق الطق ارتفعت تسعار النفط بنسبة 1% اليوم متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية بفضل اترابة الانتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة حيث أجبر الإعصار فرنسي المنتجين على إخلاء منصات الانتاج وسجلت العقود الأجلة لخامي برينت ارتفاعا بـ 72 سنة ليصل إلى 72 دولارا و69 سنة للبرميل في حين زادت العقود الأجلة لخامي غربي تيكساس الوسيط الأمريكي بـ 80 سنة لتصل إلى 69 دولارا و77 سنة للبرميل وإذا استمرت هذه المكاسب سيتوقف الخمان القياسي عن تسجيل خفضة أسبوعية على الرغم من تراجع خامي برينت الأقل من 70 دولارا للبرميل يوم الثلاثة وذلك للمرة الأولى منذ أواخر 2021 وفي سوق المعدن ارتفع تسعر الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية وصعد الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.4% إلى 2570 دولارا و7 سنتات للأقية بعد أن سجل على مستوى على الإطلاق عند 2570 دولارا و91 سنتا في وقت سابق من الجلسة وارتفعت العقود الأمريكية الأجلى للذهب بـ 0.7% إلى 2598 دولارا و10 سنتات هذا وتراجع مؤشر الدولار بـ 0.4% بما جعل الذهب المقاومة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحاملية العملات الأخرى نكتفي بعد القدر مشاهدين كراما نلتقي بعض قليل في مجزن لأهم الأنباء دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر